أهلا الأصدقاء كثيرين نتمنى أن تكونوا كاملين بخير والأخير مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد إذا اليوم إن شاء الله سنعمل معكم كيف يمكن أن نحويله بمعطيات جدول في ميبيان ولكن هذا الميبيان سنرسمه بالمنحة ميبيان بالمنحة من قبل خدمت معكم كيف نحويل المعطيات في ميبيان والميبيان ولكن بالأعميدة خدمت معكم جدول سوف نحويله الميبيان بالمنحة سوف نحويله الميبيان القطاعي سوف نحويله معطيات جدول لشكل دائرة إذا اليوم كما قلت لكم سوف نحويله المعطيات الجدول الميبيان بالمنحة أول شيء سوف نستعمل ميبيان بالمنحة لكي نرى عدد السنوات متقاربة أوله سوف نحويله سوف نحويله سوف نحويله ميبيان بالمنحة سوف نرى الميبيان نحويله المستعمل العنوان في الجدول في الميبيان هنا نكتب جدول نقاط نسبة النمو والناتج الداخل الخام بالصين والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة المئوية نقاط نسبة النمو والناتج الداخلي الخام بالصين و الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة المئوية هذا هو العنوان نرضى و نفعل هذا الرياضة سوف نقاط نرسم الأفصال الأولاني والتاني هنا سيكون لدي نسبة المئوية او نسبة نمو ناتج الداخلي الخام بالنسبة المئوية و في هذه الأفصال سيكون لديه هنا سيكسب السنوات اذا بدأوا بتطبيق قبل نعرف المقياس بمعنى أن نشرح لكم سيكون لدي نسبة نمو ناتج الداخلي الخام بالنسبة المئوية سيكون لديه السنوات من هنا سيكون لدي نسبة مئوية و من هنا سيكون لديه من سنة سيكون لدي نسبة درجة المئوية سيكون لدي 9.5% سيكون لدي 9.5% سيكون لدي كل 1 سنتيمتر كل 1 سنتيمتر فيها 1% مازيان مازيان أو ممكن نكسبوها لها شكل هكا و ممكن نكسبوها لكا كل 1 سنتيمتر فيها 1% مازيان و بالنسبة للسنوات هنا عندنا 2012 اذا سيكون لدينا 2011 هنا عندنا 2012 هذا هو المقياس الذي سنعتمده يمكن أن تأخذ جوج سنتيمتر يمكن أن تطبقه هنا لديه 1 سنتيمتر لديه دفتر مربعة 1 سنتيمتر نحاول تدريجه هنا نفس الحاجة إذا أريد أن نأخذ جوج سنتيمتر سأخذ 4 سنتيمتر لديه 2011 2012 2013 2014 2015 ماذا سيكون لديه نسبة نومو و الناتج الداخل للخار نسبة المئوية نسبة نومو نسبة نومو نومو و الناتج الداخلي نسبة نومو و الناتج الداخلي و ماذا سيكون لديه سنوات 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 اذا ستكون لديه 1 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 2012 2013 2014 2014 2015 15 اذا ارسمت السنوات نسبة نومو و الناتج الداخلي بالنسبة المئوية اذا اعتمدت قياس معين ما هو القياس هذا استعملت انه كل 1 سنتيمتر نسبة مئوية 1 نسبة مئوية و كل جوج سنتيمتر سنوات المقياس هذا هو المقياس لا داعي انك تكتبه ممكن تكتب احدها اكتب احدها المقياس مازين اذا انا كتبنا المقياس كتبنا العنوان اذا قلت لنا شيء واحد وهي المفتاح مازين كيف انت المصدر و لكن المصدر اذا كانوا اعطيناه لك في الجدول ستكتبه هناك اضافه في الجدول و لكن اذا كانوا اعطيناك المصدر لانه احد الكتابة مكتوبة هنا ستكتبها اذا سنبدأ نعمره هذا الجدول اذا اذا سنعمره اذا 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 لنا كتبنا السنوات كتبنا النسبة النمو والناتج الداخلي هؤلاء السنوات هؤلاء نسبة مائوية مازالنا الصين والولايات المتحدة فنحطوهم هؤلاء هؤلاء المفتاح ستختار الوان من عندك اذا نختار الوان كما نريد الو الأول سيكون خاص بالصين واللون الثاني سيكون خاص بالولايات المتحدة الامريكية نعطيه مثلا الو البرتقالي للصين والصين والولايات المتحدة الامريكية نضيفها باللو الأصفر نضيفها باللو الأصفر الولايات المتحدة امريكية هذا هو المفتاح هذا هو المفتاح جوج جنق هذه المعلومات المهمة كتبناها بقدينا سوف نعمر هذا الميبيان سوف نعمره نعمره من المعطيات من النسب المئوية سوف نبدأ في دولة واحدة نبدأ بالصين سوف ننسع لك الولايات المتحدة نعمره من المئوية من النسبة لسنة 2011 من النسبة لسنة 2011 ما هو المسبة النمو النتج الداخل الخام 9.5 لديها 9.5 مالذي اذا اخذ اللون الخاص بالصيل اللون البرتقالي اذهب إلى 9.5 تقريبا 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 نأخذ دكشي اكزاكت 9.5 ستأتي هنا اذهب إلى 2011 اضع التقاطع اخذ مستارة ارسم بخطوط متقطع وغيب قلم خفيف لان يتمحيها من بعد ارسم المستقيم المستقيم مار من 2011 ومستقيم اخر سيكون مار من 9.5 بحال هذا من بعد سترى نقطة التقاطع بيناتهم ستأتي هنا اذا ستأتي نقطة التقاطع اذا هذه هي النقطة الأول لا تعرف كيف تقوم بها ستقاطع مستقيم كيمر من 2011 ومستقيم كيمر من 9.5 نقطة الأول ستأتي هنا نرى النقطة الثانية دائما نقوم بتقاطع في 2012 لدينا 7.8 7.8 7.8 ستأتي هنا نقوم بتقلل نسبة نمو الناتج الداخلي لدينا 7.7 تقريبا ستكون قريبا الهادي اذا تقريبا ستأتي هنا نمو نتج نسبة نمو النتج الداخلي في الصين في 2014 هي 7.3 ستأتي في 2014 تقلب لي على 7.3 اذا هي 7 ستأتي هنا ستأتي في 2015 نسبة نمو النتج الداخلي هي 7.9 ستأتي هنا 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 ستأتي في 2012 نسبة نمو النتج الداخلي في الولايات المتحدة هي 9.3 ستأتي في 2012 ستأتي هنا ستأتي هنا ستأتي هنا ستأتي هنا ستأتي هنا ستأتي هنا ست Relte on a 3 cm وسإن نبت بطفل 6.4 ستأتي هنا أربط 녀ات لذلك سأثنى منحنا ستأتي هنا سلططيh منحنا منحنا لا تراجع ونخفض اذا هذا متدب طالعها اذا صافي نحن ارسمنا هذه المنحنة ويجبكم كيف يوجد المعطاية في الجدول اذا كما تلاحظوا سألنا الفيديو اليوم حولنا معطاية الجدول الى مبيان ارسمناها بالمنحن كما تلاحظوا ميزنا بين دولة الصين والمتحدة بالألوان اتفادوا انتم حاولوا تقضيرها بقال مراسسة بالألوان اذا المهم في المبيان يكون لديكم العنوان يمثل لنا نسبة النمو الناتج الداخلي في الصين والمتحدة بالنسبة المئوية هذا العنوان يجبون نفس العنوان الذي يكون لديكم في الجدول عنوان الجدول تكسبوه و تعودوا نفسه الميبيان هنا بلاسة الجدول لا تكسبوه ميبيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة